اشتركوا في القناة 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 هم كذلك طالبي للجوء فلماذا لا يتم اهانتهم بكلمة خائل الدولة وان كان خائل الدولة يعني بعد تقدم بهذا طالب اللجوء لده المملكة المغربية ان كان يعني هذا يعتبر خيانة خاصة وان المملكة المغربية هي دولة مسلمة ولغتها هي اللغة العربية فانا ايضا عدرا وعالف عدرا ان كنت تحت سلطة كهذه تكن كل الكراهية والحقد والبغض اتجاه الشعب المغربي وكذا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وطالب في عمره ونتمنى له الشفاء العاجل خاصة بعد التصريحات الاخيرة المدلة بها من طرف جلالته في مناسبة عيد العرش المجيد حيث اظهر كمية الحب والمودة التي يكنها لا السلطات المغربية ولا الشعب المغربي الى الشعب الجزائري الشقيق هذا ما تم بثه على قنواتي وعلى لسانه فالى كل من يعني تكلم عني بسوء او يعني اراد تشويها سمعتي فالف عدر عليكم وانا الان اطلب من السلطات الجزائرية طلبا مطلقا مقتصرا وهو اسقاط الجنسية الجزائرية من حق مدى الحياة واسقاط كافة الحقوق الذي من حق المواطن الجزائري ان يتمتع بها خارج الدولة الجزائرية وهذا اخر طلب فارج من السفارة الجزائرية المتواجدة بمكان الضار البيضاء تسليم وثقة التي تتبيت اسقاط الجنسية الجزائرية وهذا وعد ان لا اتكلم مجددا عني اي كان في الدولة الجزائرية واقدم ان توكيل لله سبحانه وتعالى هو ادرى منا ومنكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة